اندلعت مواجهة عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهوني مساء الأحد شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة وقالت مصادر محلية إن عددا من الشبان تجمعوا مساء شرق مخيم البريج وشرعوا برشق الحجارة على قوات الاحتلال المتمركزة داخل السياج الأمني الصهوني فيما بادرت الأخيرة بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة فيما واصلت قوات الاحتلال الصهوني اليوم الثالث على التوالي لفرض حصار مشدد على منزل مواطن في مخيم العروب للاجئين بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وقال المواطن لأي جوابرة إن قوات الاحتلال حولت منزل شقيقه محمد جوابرة إلى ذكنة عسكرية واحتجزت بداخله شقيقه وزوجته وثلاثة أطفال وأن الاحتلال يستخدم المنزل لمراقبة الشارع الرئيس القريب من مخيم العروب والذي يعرف بشارع الستين موضحا أنه شارع مشترك ويسلكه الفلسطينيون والمستوطنون الإسرائيليون وبينا أن قوات الاحتلال لجأت إلى تقسيم المنزل واحتجزت العائلة في غرفتين في حين يتم منعهم من الدخول إلى بقية غرف المنزل مؤكدا أن عشرين جنديا يحتلون المنزل من داخله بالإضافة لقوات عسكرية إضافية تنتشر في محيطه إلى ذلك قتلت مستوطنة صهيونية مساء الأحد إثر تعرضها للطعن من شاب فلسطيني وأعلنت مصادر صهيونية ومواقع إعلامية عبرية عن مقتل المستوطنة بعد وقت قصير عن إعلان إصابتها بجروح خطير جراء طعنها من شاب فلسطيني بالقرب المفترق الطرق غوش عتسيون بعد نقلها إلى مستشفى تشعر تصديق داخل فلسطين المحتلة عام 48 وكان منفذ عملية الطعن قد استشهد على الفور بعد إطلاق النار عليه في نفس المكان وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده وأوضحت بعض المصادر الإعلامية الصهيونية أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحواجز أطلقوا الرصاص على المنفذ وكشفت القناة الصهيونية العاشرة عن أن منفذ عملية الطعن من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم ويبلغ من العمر 31 عاماً اشتركوا في القناة